طب بالنسبة للأطفال التعامل معهم لا يعني احنا هنبص على القصص فهنتكلم في حاجات معينة بس عامة يعني تنصحي حضرتك مثلا زوج الأم أو مرات الأب عشان تكسب ثقة أو حب أو يعني الأطفال الجديدة اللي هي تدخل عليهم أو اللي هو هيدخل عليهم معظم زوجات الأب أو أزواج الأم لو داخل بنية صادقة زكاؤه الفطري هيعرفه ازاي يتعامل مع الطفل ده هيعرفه ايه احتياجات ويعرفه ايه الدخلة اللي يدخله زي بالظبط ما كنت علشان تدخل لولدته انت دايما ما بيكون فيه أولاد ويكون فيه رجل آخر علشان يدخل للزوجة بيدخلها عن طريق الأولاد بيخلي الأولاد يحبه بعد ما بيمتلكها وبتبقى حق مكتسب بتبان حقيقة وسيانة الدخلة دي كانت حقيقية أو فيلم بقى من الأفلام اللي بنشوفها في الأفلام الدراما بقى حلو قصة فيلم حلو أو فيلم علشان أوصل ليكي والفترة دي انتهت فوشي القناع بيتشال والوشي الحقيقي بيظهر بيبتدي سلوكي الطبيعي مع الأولاد اللي هو أني أنا شخصية مثلا مش حابب وجودهم أو هتعامل معاملة بقى ايه زوج الأم اللي معروفة وكذلك هيا برضو مرات الأب هما السينما ما شاء الله والمسلسلات مديننا النموذج الوحش مصدرين هولنا يعني بس حالك عارف نمازج حلوة أنا أعرف نمازج حلوة في توازن جميل جدا واستقرار وتناغم يعني ما شاء الله يعني نهنيهم عليه حلو قوي ده علشان إيه دخول زوج الأم كان أو الاختيار كان صح صح الاختيار أنت بتختاري واحد عايز يستقر واحد بجد داخل علشان عجبته الأسرة الصغيرة دي وظروفكو مناسبة لي أو حبك قوي أو وتفر المهم أن الاختيار كان صح والاختيار عشان نتأكد أنه صح محتاجين نمر باختبارات كتير